جولة جديدة من التوترات في العلاقات الأمريكية الإيرانية بدأت عقب اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية وتوعد إيران بالتصعيد وبحسب الرواية الإيرانية للحادثة فإنه بينما كانت طائرة ركاب تابعة لشركة مهان إير تحلق في الأجواء فوق سوريا اختربت طائرة مقاتلة منها فقام قائد طائرة الركاب بخفض ارتفاعها بسرعة لتجنب التصادم مع المقاتلة ما أدى إلى جرح عدد من الركاب على متنها بعد ساعات من التوتر وتخبط المعلومات أتى الرد الأمريكي على لسان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد بيل أوربان الذي قال إن القيادة قامت بمهمة جوية وصفها بالروتينية على مسافة ألف متر من طائرة إيرانية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنفي العسكرية جنوبي سوريا أوربان أوضح أن طائرة F-15 تابعة للقيادة أجرت ما وصفه بتطقيق بصري على مسافة آمنة وفق المعايير الدولية من أجل تأمين السلامة لعناصر التحالف الدولي في معسكر التنفي مضيفا أنه فور التحقق من الطائرة وركابها جرى الابتعاد عنها مصادر صحفية في لبنان أكدت أن الطائرة الإيرانية هبطت في مطار رفيق الحريري في بيروت بعد تعرضها لعملية الاعتراض وتم إجلاء ركاب من علامتها أصيبوا برضوذ خفيفة من جراء الهبوط السريع للطائرة من علو مرتفع جدا وكالة رويترز ذكرت بدورها أن الطائرة الإيرانية كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام مؤكدة أن الطائرة عادت إلى طهران صباح الجمعة وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر رسمية قولها إن وصفة جيش الأمريكي اعتراض طائرة الركاب بالمهني والآمن مثير للسخرية الخارجية الإيرانية حملت بدورها الولايات المتحدة مسؤولية تدعيات اعتراض طائرة الركاب في الأجواء السورية وقالت إنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وإنها تحقق فيما حدث لطائرة الركاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة سياسيا وقانونيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة